هذه أبرز العناوين الجامعة تلجوا إلى الفيفا لتغيير جنسية لاعب جديدة تصريح ناري من مدرب للزوتو بعد الهزيمة ضد المنتخب المغربية زياش يحدد شرطه للبقاء والنجم قلت السري السابق رحيله سيكون خطأا كبيرا والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس الجامعة تلجوا إلى الفيفا لتغيير جنسية لاعب جديدة بشرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إجراءات تغيير الجنسية الرياضية لأسام الصحراوي لعب النديل إلى الفرنسية بعد أن اختار اللاعب للأصود وطرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى اللجوء للإتحاد الدولي لكرة القدم لتأهيل أسام الصحراوي بعدما سبق له اللاعب لمنتخب النرويج وضف موقع فوسبور نقلا عن مصدر جامعي أنه من المتوقع أن يكون أسام الصحراوي حاضرا مع المنتخب الوطني في أكتوبر المقبل إن شاء الله على همش المبارتين ضد إفريقيا الوسطى برسم الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقي للأمم التي تستطيفها المملكة المغربية السنة المقبلة إن شاء الله ووافق أسام الصحراوي لعب نديل إلى الفرنسية على اللاعب للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم وتراجه عن تمتيل منتخب النرويج وهو ما دفع الجامعة الملكية المغربية إلى التحرك لتغيير جنسيتها الرياضية حتى يتمكن من الدفاع عن قميس المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة خبر عاجل تصريح ناري من مدرب الوطني بعد الهزيمة ضد المنتخب المغربي قال مدرب منتخب الوطني أن نتيجة الهزيمة بهدف السفر ضد المنتخب المغربي نتيجة إيجابية وأضف مدرب منتخب الوطني في تصريحه بعد نهاية المباراة أنه فخر بمواجهة منتخب عالمي وقوي يملك لاعبين عالميين ضمهارة عالية واشدد مدرب منتخب الوطني على أن لاعبيها جاءوا للمغرب لمواجهة منتخب قوي ولعبوا المباراة بندية كبيرة وهم يعلمون أنهم يواجهون لاعبين عالميين كما قال مدرب منتخب الوطني أنه قال للاعبيها بأن يتراجعوا للوراء وأن يدافعوا على حضوضهم كما أكد أن لاعبه قاموا بالمهمة بشكل نجح لكن لحظة واحدة تمكن من خلالها إبراهيم ديهز من تسجيل الهدف لتنتهي المباراة بهزيمة منتخبهم بهدف السفر وكان مدرب منتخب الوطني قد صرح قبيل المباراة أنه حاول تشجيع لاعبه والافتخار لكونهم سيواجهون أفضل منتخب في إفريقيا مشددا على لاعبه ألا يخافوا من مواجهة المنتخب المغربي وفي الختام أكد على أنه فخور بلاعبها رغم الهزيمة ضد المغرب الذي اعتبره منتخبا قويا وعالميا زياش يحدد شرطه للبقى ونجم قلط الصراعي السابق رحيله سيكون خطأا كبيرا غير الدولي والمغربي حاكم زياش رأيه بخصوص تمسكه بالرحيل عن قلط الصراعي التركي في المركات الصيفية الحالية بعد جلوسه على مقاعد البدلاء منذ انضلاق الموسم الحالي وسأترم استقبل الزياش مع قلط الصراعي باهتمام الصحفة التركية خلال الأسبوعين الماضيين بعدما حدف اللاعب كل صوره مع الفريق من حسابه الشخصي بالانستغرام وأكدت صحيفة حريات أن الزياش وضع شرطا واحدا لإدارة فريقه التركية للعدل عن قرار المغادراء سيما بعدما أبعده المدرب أوكامبورو كان حسابته للموسم الحالي وأوضحت الصحيفة التركية أن صانع الألعاب المغربي أبلغ إدارة قلط الصراعي بالفتحه على خيار الاستمرار مع الناندي لكن بشرط أن يلعب بانتظام مع الفريق وأبرزت أن الزياش الذي كان محط اهتمام أندية سعودية خلال سوق الانتقالات الحالية سيغادر في يناير المقبل إذا لم يحصل على الوقت الكافي للعب مع الفريق وسيقم بدراسة العروض المطروحة على طويلته في المركات الشتوية القدم وكشفت أن صاحب الواحد والثلاثين عامان أبلغ مدرب قلط الصراعي بموقفه الجديد مشهرة إلى أن النجم المغربي يملك بوندا في عقده يتيح له التمديد لموسم إضافي مع قلط الصراعي بناء على المستوى الذي يقدمه مع الفريق وحالته الصحية سيما عدم تعرضه للإصابة في الركب وأعاد المدرب أوكامبورو حسابته بخصص استبعاد الزياش من مفكرتها بعد رحيل الجناحين كيرم أوكتور أوغلو إلى بنفيكة مقابل 12 مليون يورو وبالفريدزاه الذي أعير إلى ليون الفرنسي مقابل 3 ملايين يورو ويحتاج قلط الصراعي إلى تعزيز صفوفه بلاعبين في مركز الجناح قبل أربعة أيام من الموعد النهائي للانتقالات في تركيا وفي حل استمرار الزياش مع النادي فسيكون مطالبا بالبحث عن لاعب واحد فقط وفق ما أكدت الصحيفة التركية ذاتها ويتوفر قلط الصراعي على باريش ألبير ويونس أكغون ويوسف ديمير في مركز الجناح وقضيت السبب رحيل الزياش بمشاكل المدرب أوكامبورو بسبب الخيارات المحدودة وكشفت حورية أن قلط الصراعي مهتم بخدمة الجناح الأيصر لروم الإيطالية نيكولا الزالفيسكي البالغ من العمر 22 عاما إضافة إلى تنائي الوسط أدريان رابيو المنتهي عقده مع يوفنتوس الإيطالي وجورجينيو لاعب أرطنال الإنجليزية وفي سياق متصل علق مدرب المنتخب التركي لأقل من 19 عاما سابريساري أوغلو على إمكانية رحيل حاكم زياش عن قلط الصراعي وأكد المدافع السابق لقلط الصراعي أن الزياش يحتاج إلى مزيد من اتقاء لقد لعبت مع العديد من اللاعبين بشخصية الزياش في قلط الصراعي إنه موهوب للغاية ولكن إذا شعر بعدم التقدير فإن تقته بنفسه ستهتز وأكد سابريساري أوغلو أن حاكم زياش لا ينبغي أن يغادر الفريق الأصفر والأحمر موشيرا إلى أن رحيله سيكون خطأا كبيرا لأن زياش يمكن أن يستعيد تقته بنفسه ويساعد الفريق مستقبلا وتعليقا على أداء اللاعب المغربي في مباراة يونغ بويز التي أقصي فيها قلط الصراعي من الدور الفاصل المؤهل إلى دور الأبطال قال سابريساري أوغلو في مباراة يونغ بويز تم استبدال الزياش بين الشوطين لأن أوكامبوروك اعتقد أنه ليس في لياقته البدنية لكن أعتقد أن الفريق بأكمله لم يكن جيدا في ذلك اليوم حارت يرحب بصفقة الودادة المدوية بطريقة خاصة تفاعل أمين حارت الدولي المغربي والمحترف بمرسلية الفرنسية مع توقيع النجم السينيغال إمباين يونغ في كشفات فريق الودادة الرياضية ونشر أمين حارت عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي بالانستغرام صورة لللاعب نيانغ من خلال خبر من صفحة الودادة الرسمية وأرفق نجم خط وسط الأسود والغاء مع لائحة وليد راقراكي خلال المبارية الأخيرة نشر صورة بابين يونغ بأموج قلب وإعجاب ويعد أمين حارت صديق للدولي السينيغالي بالرغم من أنه لم يلعب معه في مسيرته الكروية هذه أبرز العناوين الجامعة تلجأ إلى الفيفا لتغيير جنسية لاعب جديد تصريح ناري من مدرب للزوت بعد الهزيمة ضد المنتخب المغربي زياش يحدد شرطه للبقاء ونجم قلط السري السابق رحيله سيكون خطأا كبيرا